القبرة وابنها رأيت في بعض الرياض قبرة تطير ابنها بأعلى الشجرة وهي تقول يا جمال العش لا تعتمد على الجناح الهش وقف على عود بجانب عود وفعل كما أفعل في الصعود فانتقلت من فنن إلى فنن وجعلت لكل نقلة زمن كي يستريح الفرخ في الأثناء فلا يمل ثقل الهواء لكنه قد خالف الإشارة لما أراد يظهر الشطارة وطار في الفضاء حتى ارتفع فخانه جناحه فوقع ولو تأنى نال ما تمنى وعاش طول عمره مهنى لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته أكتشف أولاً أقرأ العنوان وأسجل ما يوحي به من معان القبرة وابنها تجزيد لعلاقة مثالية بين القبرة وابنها تناول طريقة عيش القبرة وابنها ثانياً أشرح ألف أعوض المفردة المسطرة في الجمل بما يفيد المعنى نفسه فانتقلت من فنن إلى فنن الفنن هو الغصن المستقيم من الشجرة إذن يسعنا أن نقول فانتقلت من غصن إلى غصن باء أبحث عن معنى كلمة الهش بالرجوع إلى هاء شين شين الهش فهو الشيء الرقيق الضعيف أعمق فهمي ثالثاً أقرأ ما قالته الأم لابنها ثم ألخصه وهي تقول يا جمال العش لا تعتمد على الجناح الهش وقف على عود بجانب عود وفعل كما أفعل في الصعود التلخيص قالت الأم لابنها لا تتعجل الطيران فجناحك ضعيف ترفقت من غصن إلى غصن هيا اتبعني وافعل كما أفعل رابعاً فشل الفرخ في محاولة الطيران الأولى أدعم ذلك بقراء من النص لكنه قد خالف الإشارة لما أراد يظهر الشطارة وطار في الفضاء حتى ارتفعا فخانه جناحه فوقعا خامساً أحدد الخطأ الذي وقع فيه الفرخ الخطأ الذي وقع فيه الفرخ هو العجلة وعدم التأني أحلل سادساً في النص شخصيتان أحددهما وأسجل أعمال كل منهما القبرة تطير ابنها الإب خالف إشارة أمه وتعجل في الطيران سابعاً أحدد زمن وقوع الأحداث وأعلل بشواهد من النص الشعري تم وقع الأحداث في أزمنة مختلفة زمن الماضي رأيت في بعض الرياض قبرة فانتقلت من فنن إلى فنن وطار في الفضاء حتى ارتفعا فخانه جناحه فوقعا زمن المضارع كي يستريح الفرخ في الأثناء فلا يمل ثقل الهواء يظهر الشطارة الأمر والنحي لا تعتمد على الجناح الهش وقف على عود بجانب عود وفعل كما أفعل ثامناً أكون نصاً من خمس جمال على الأقل مسترشداً بالأعمال التي سجلتها والزمن الذي حددته ما أشرقت شمس الصباح حتى رأيت العمال وقد تعلقوا بالأخصان يجمعون الزيتون وينتقلون من شجرة إلى أخرى يستدرون حباتها أما النسوة فيلتقطن الحب المتناثر ويرشدن الأطفال الذين لا يملون الحركة والصخب بقولهن لا تعمدوا إلى اللعب طول الوقت هيا إلى العمل وفعلوا كما نفعل أبدي رأيي تاسعاً أحدد الأبيات الشعرية التي توافق كل معنى من المعاني الآتية القبرة تعلم ابنها الطيران رأيت في بعض الرياض قبرة تطير ابنها بأعلى الشجرة فانتقلت من فنن إلى فنن وجعلت لكل نقلة زمن كي يستريح الفرخ في الأثناء فلا يمل ثقل الهواء الإبن يحاول الطيران وطار في الفضاء حتى ارتفع فخانه جناحه فوقع العبرة التي استخلصها الشاعر ولو تأنى نال ما تمنى وعاش طول عمره مهنى لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته عاشراً أختار مجموعة من الأبيات أقرأها قراءة جهرية وأعلل اختياري ولو تأنى نال ما تمنى وعاش طول عمره مهنى لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته سبب اختياري لهذه الأبيات هو ما تحمله من عبر أتوسع أبحث عن قصيدة أبطالها حيوانات وألقيها إلقاءاً معبراً أم الحمام مرة لكامل كيلاني أم الحمام مرة قالت لهم لا تخرجوا قالت لهم في عشها قالت لهم لا تخرجوا فضحكوا من قولها ولم يبالوا بالخطر وخرجوا من عشهم ولم يبالوا بالخطر لكن أتاهم ثعلب فأكل الحمائما رأى المكان خالياً فأكل الحمائما هذا جزاء كل من يعصون أمر أمهم قد هلكوا لأنهم يعصون أمر أمهم